السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومنصة بزكاة الاصطناعية كل عليك ان انت بس بتديها المعلومات والداتا. هو يبدأ يعمل لك اشكال بيانية جميلة جدا. يحلل لك الداتا اللي موجودة معك. يوجد العلاقة بين العاصر المشتركة. ويبقى عندك بحث متكامل عن مثلا الارباح للشركة. ايه سبب الارباح? ايه اكتر اماكن او اكتر منتجات بيتم بيعها. وموجودة فيين وهكذا. فالموجودة مهمة جدا لأي شركة لأي بحث علمي لأي اي حاجة عملية. ان انت بعارف ايه اسباب الربح اسباب الخسارة. اسباب مسلا بنحلل مرض معين موجود فين. فهي الموضوع سهلي جدا بزكاة الاصطناعية. جرد ان انت تدي له الدياتا. ويبدأ ان هو يربط لك المعلومات اللي عندك بعضها ببعض. طيط تعالى نشوف السعر عشان الناس كتير بتقول تسأل. ده سعر البراميوم. وده لو انت عايز حاجة مخصصة اللي ممكن ان انت تسألهم. طيب لو انت عايز تجرب هتقول له ريكوست قديمه. فهو بيحدد لك معايد لحد يبدأ ان هو يتنايش معاك. يفتح لك بعد كده مثلا كم يوم بحيس ان هو تأكد ان انت بعد كده ممكن تشتري او لا ده ممكن يكون حد عايز يجربه خلاص. تمام? فانت بسجل ايميل بتاعك. والاسم. اه هنا بيقول لي لازم ما تكونش عندك ايميل لش ايميل. لازم يكون في ايميل تبع الشركة وحاجة زكده. اه هقول له. مسلا بين ارابيا مسلا وهكذا. هي الميزة ان هو يحلل لك الدياتا للأسف هو لازم ابعط له بعد كده يوافق بعد كده ونبدأ ان احنا نجرب. اهو ابعط له ايميل اقول له ده انا اسجل فيديو او ان انا مسلا بعمل بحث علمي. فيبدأ ان هو اسمحلي ان انا اجرب التكنية الجديدة بتاع التحليل البيانات. انا كنت بس ارشتش بتيع افضل مواقع. فده كان من بالنه. ان هو ده من افضل مواقع اللي سهل جدا في تحليل البيانات.